النادي الاهلي عنده مواجهة كبيرة قدام سانداونز يوم السبت اللي جاي مواجهة اكيد كان عايز يريح فيها النهاردة مسيماني بعض اللعبين ريح بعض اللعبين وقدر يكسب المباراة بنتيجة كبيرة عشان كده بقول لكم مكاسب بالجملة النهاردة للنادي الاهلي مع النتيجة ريح بعض اللعبين شاف لعيبة كان مشكوك في قدراتها زي ميكيسوني ونجمير قالت انه هو لاعب رائع شاف لاعب صغاية زي زياد طارق وتأكد انه يقدر يشيل المسئولية فالنهاردة الاهلي عنده مكاسب عديدة جدا عفجة كريم فؤاد النهاردة عمل مباراة حلوة جدا كمان في مركز الظاهير الايمن ويمحمود وحيد قدى ايضا بشكل جيد في مركز الظاهير الايصر في المجمل الاهلي النهاردة اقدم مباراة كبيرة مليون مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لفريق مصر المقص طيب نتائج الدوري المصري اليوم في الجولة العشرة كانت كالتالي سيراميك لو باطرة اتعادل سلبيا سفر سفر مع غز المحلة وسيراميكا عمل شوت اول رائع جدا وشوت تاني احسن شوية بس كان بيضيع فرص عديدة وكرات سبتة عديدة على حدود منطقة الجزاء بسبب مهارات محمد ابراهيم محمد ابراهيم النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا على فكرة محمد ابراهيم لعيب حريف اوش انا بصراحة بشوف ان محمد ابراهيم يعني ممكن ممكن يعني ممكن كلوس كيروش ممكن يشوفه في الفترة اللي جاية لعيب موهوب امكانياته مختلفة تماما عن اي لعب امكانياته مختلفة عن اي لعب لعيب تقيل يعني من اللعيبة الحلوة يعني انا فرقت على المباراة دي وشفت محمد ابراهيم قد ايه قدم مجهود كبير يعني مجهود بدني في الجاري مجهود مهاري رائع جدا خد اكتر من فاول على حدود منطقة الجزاء كان ممكن سيراميكا يستفيد منهم بشكل اكتر من كده بس ما حصلش لازم محل حاول يلعب مباراة فعالية النهاردة كان لي بعض يعني التواجد الهجومي على فترات بس سيراميكا يمكن كان افضل نسبيا وفي النهاية النتيجة خلص التعادل سلبيا بدون اهدافة ايه من النهاردة فايز على الاتحاد سكنداري واحد سفر سجل هدف جون ابوكا في ديئة تلاتة جون ابوكا ده بقى برضو حكاية هقول لكم ليه حكاية جون ابوكا من اللعيبة الافارقة اللي موجودين في الدور المصري لازم تحطوا عنكم عليها عشان ده من اللعيبة اللي السوق هيتحرك عليهم الفترات اللي جاي موهبة كبيرة جدا مهاجم تقيل قوي على فكرة هو دلوقتي في الصدار يتهدفين الدوري مع مجموعة من اللعبين بخمس اهداف كلهم سجلين خمس اهداف هو دلوقتي يوصل للهدف الخامس في الدوري متقلق جدا مع امبي وعمل اداء رائع جدا وبيحقق اهداف ونتائج جيدة مع امبي بشكل كويس جدا وطبعا مباراة الاخيرة كاية النهاردة زي ما اتكلمت مع حضراتكم كاية مباراة الاهلي ومصر المكسر لخلصة 4-0